مساء الخير على كل مشاهدي قنواته انتام سبورس في كل مكان وانطلاقة الجولة التلاتاشر من دوري نايل النهاردة اول يوم في الجولة التلاتاشر عندنا تلات لقاءات عندنا مباراتين الساعة 4 العصر امبي في مواجهة سموحة والبنك الاهلي يلتقي مع زد ومبارات تلتة هتكون الساعة 7 مساء وللتجمع بين بيرامدز والاتحاد نبدأ بالحديث عن المباراة الاولى هي امبي وسموحة وهي ثاني مباراة للفريق البترولي تحت قيادة المدير الفني الجديد سيد ياسين ومواجهة تكون صعبة مع كابتن احمد سامي عندنا كمان كابتن سيد ياسين هو واحد من خمس وجوه جديدة بتظهر لاول مرة في الدور المصري في دور كده المدير الفني طبعا مع كل من كابتن عمر حسن اللي تولى تدريب الداخلية وكابتن احمد خطاب مدرب فاركو وكمان البرتغالي جوزي جوميز مدرب الزمالك والكرواتي يوريشيتش مدرب بيرامدز طلب مدربين منهم حتى الان ما ظهروش بشكل رسمي بسبب تأجيل مباراتهم وهم احمد خطاب وجوزي جوميز وعمر حسن في حين كان كابتن سيد ياسين افضل حظا بالفوز في اول لقاء على المقاولون العرب وتعادل يوريشيتش مع بيرامدز في اللقاء الاول كان لقاء الاسبوع اللي فات امام زد امبي في مواجهة صعبة مع اسموحة ملك التعادلات في الدوري حتى الان برصيد خمس لقاءات وده نفس رصيد الجونة وزد من التعادلات ايضا وعلى ذكر زد اللي بيحل ضيفا بقى على البنك الاهلي في مواجهة تانية هتكون مواجهة صعبة جدا بين الفرقتين الفرقتين بيتقاسم لقب اقوى هجوم برصيد 16 هدف لكن في كده معهم شركة كمان وهم زد والاتحاد وصراميكا ولكن في المقابل بيعاني البنك الاهلي على صعيد الدفاع علشان يكون تاني اضعف دفاع برصيد 18 هدف استقبلهم في شباكو وبالتالي هيكون متوقع ان هو يعاني دفاعيا امام هجمات فريق زد اللقاء هو الاول في تاريخ مواجهات الفرقتين ببطولة الدوري ممتاز كمان ان هو اللقاء الاول اللي بيجمع بين الاتنين مدربين المميزين كابتن طارق مصطفى وكابتن مجدي عبدالعاطي اما اللقاء التالت النهاردة اللي بيجمع بين بيراميد والاتحاد فهو اول لقاء يشهد اربع محترفين من اللي كانوا موجودين في بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة وهم سلاسي بيراميدزا الكنغولي فيستون مايلي والمغربي محمد الشيبي والبركينابي بلاتيتوري بالاضافة الى مهاجم الاتحاد مابولولو كانوا عاملين شغل قوي جدا والمفرقة الجميلة انه هم لعبوا بعض الاربعة بس كل اتنين كانوا في مواجهات قوية جدا عندك مثلا محمد الشيبي وزميلو فيستون مايلي التقوا مع بعض في لقاء المغرب والكنغو الديمقراطية اللي انتهى بالتعادل واحد واحد اما بلاتيتوري ولقاء كان ضد مابولولو اللقاء اللي كان موجود بوركينا وانجولا واللي فاز بانجولا اتنين سفر مابولولو قدر يسجل الهدف الاول معنى الكلام ده ان احنا عندنا النهاردة مواجهات على صفيح ساخن في افتفاحية الجولة التلاتاشر هنتابع ماذا ستصفر عنه من خلال الستوديو التحليلي اللي هيكون مستمرة مع حضراتكم بعض الفاصل بصحبة الزميل العزيز كريم خطب